حياكم بالزبدة معكم خالد واليوم راح أكمل عن موضوع شراء السيارة وفي شيء سبسفك راح تكلم عنه اللي هو الرنج السيارة كل ما كان الرنج أكبر كل ما كان شكله أحلى لكن كل ما كان تأثيراته سلبية أكثر أول شيء الصوت داخل السيارة راح يكون فيه إزعاج من صوت الشارع والشارع اللي عندنا في الكويت شوية تلفانة وصوتها شوية بايخ فراح يكون صوتها عالي داخل السيارة تحتاج تشغل الراديو علشان تكنسل بعض الصوت المزعج من شوارع الكويت رغم اثنين المطبات والحفر في حفر كثيرة عندنا في الكويت وفي شوارع فيها حفر حادة وممكن تعويلك هذا الرنج إذا كان كبير وما في مطاط كفاية علشان يمتص الصدمة والمطبات أيضا إذا كانت المطبة غير مصبوغة والتي على سرعة 70-80 هذه عادي تعويلك الرنج أو تكسرلك في المعاونات شغلة وعندك أيضا سعر التاير نفسه في تغيير التاير بين كل سنة وسنتين التاير كلما كان أضعف سعره أغلى معناته إذا الرنج أصغر سعر التاير تبديله أرخص بين كل سنة وسنة أنا أشوف الرنج المناسب حق السيارات حاليا في الكويت اللي هو 17 وما يزيد عن 18 لأنه فوق هذا يكون المطاط عندك صغير وحرام هذه يمكن تتبب لك حتى مشاكل في ناحية العوار بالظهر لأنه كلما كان التاير خشن كلما كان تأثير أكثر على عمود الفقري اللي عندك يأثر فيك صحيا فدير بالك على نفسك كل واحد لا راية وكل واحد لا اختيارة لكن لو كنت عايش في دولة شوارعها نظيفة أقول لك عليك بالعافية اشتر رنقات كبيرة وهذه نصيحتي وحياكم بالزبدة